اليوم سأفعل لكم صمون فرنسي بس هذا شيء رهيب كل شيء طيب وقطني وناجح مليون بالمئة ابقوا يا حوايبي متابعة الفيديو حتى ترى الخطوات بالتفصيل والفيديو تتابعوا كامل حتى الخطوات تكون صحيحة بالاخير صمون ناجح مية بالمئة هنا سأأخذ ثلاثة كواب من الحليب السائل يكون دافي وأخذ ملأقة كبيرة من الخميرة الفورية هذه نوعية الخميرة وحبت أشوفكم معها كل شيء ممتاز تجدوها في الأسواق التركية سأضيف ملأقة كبيرة من السكر وبيضة واحدة كاملة أخلط المواد بهذا الشكل بعد ذلك سأأخذ عندي كيلو واحدة من الطحين هذا نوعية الطحين اللي أستخدمه أشتريه من الليدل دائما المتابعين يسألوني شين نوعيته ومين تشتريه هالعلامة موجودة بالليدل موجود عندنا بداية أخذ من عنده نص كيلو والباقي النص أخلي بالأخير أخلط المواد بهذا الشكل إذا أنت تجانس خلطتها كل زين لازم ينخلط زين وبعد ذلك سأغطيهم وأتركهم مدة 20 دقيقة بعد مرور 20 دقيقة صارت عندي مختمرة العجينة الاختمار مالتها كل زين لازم تكون مختمرة إذا لم تكن مختمرة معناتها الكمر خميرة وزينة الآن أضيف لها النص الباقي من الطحين وأضيف لها ملعقة كبيرة من الملح وزيت وأخلي لها ملعقة صغيرة من البيكام بودر أخلط المواد بهذا الشكل بداية وبعد ذلك أعجنهم بالإيد أعجن زين تبقوا أن تعجنون بها لمدة 8 دقائق إلى 10 دقائق كل ما أعجنتوها زايد تنطيكم نتيجة ممتازة بالصمون هنا بعد ما أعجنت هزين بإيدي سأأخذها مرة ثانية أعجنها على الكاونتر حتى تكون لدينا العجينة جدا ناعمة ومتماسكة والطحين طبعا أكون معيات تأخذ سواء الأكثر وكما تستقبل سواء الهواية هنا تركتها لمدة تقريبا نص ساعة بعد ذلك سأخذها إلى 18 قطعة يعني الكيلة الواحد يطرع أنه 18 صمونة تلتزمون بالتعليمات الأقلكمية حتى تطلعتكم النتيجة بالأخير يعني ممتازة وناجحة أدخلون الشنجة كل الشبيرة حتى ما يصير عجينة داخل مالتها ف18 قطعة سووها يكون كل الزين يعني يقصمون حجمها سأغطيهم بكيس نايلون وأتركهم مدة 10 دقائق إلى أن ترتاح ارتحت عندي بعد 10 دقائق سأمدهم بهذا الشكل مثل ما تلاحظون سوهم على شكل أفتحهم القراص دائرية يكون حجم القراص تقريبا مقدار كف يعني تخلون كف الإيد على قياسها يكون مقدار طول مالتهم تلفوها بهذا الشكل وسدوها لازم تنقف القفل زينة حتى على مودة ما تفتح أتكم بالأخير الأطراف تقريبا هي تسويها فد يعني التواء صغير وبعدين هنا أنا دا تشوفون أنه أخلي قد الكف يعني أقيسها هنا أتلكم ياها مرة ثانية حتى أتبين أتكم الطريقة أكثر يعني واضحة وأخليها رشة مي السبب ليش خليت لها المي حتى على مودة متابس قدي إذا يبسط ما رح ترتفعتكم هنا رح أخليها ترتاح مدة تقريبا 15 دقيقة طبعا الفرن يكون مطفي تنتبهون لهذا الشي وخليت هنا البخار المي حال يعني حتى على مودة تنتفخ أكثر وتكون هشة و قطنية أكثر هسا رح ترك هنا مدة 15 دقيقة والفرن لازم يكون حامي قبل 15 دقيقة على درجة مرة ثانية رح أرش مي حتى على مودة قلت لكم ما تكون يابسة لأنه إذا كان السطح ما رح ترتفعتكم ما رح أصيرتكم هالشي هنا أنا بعد أنا كنت يعني مسخن الفرن على 225 بعد ما داخلتهم الصواني طبعا مشغلة الفوق والجوه الفرن بعد ذلك أخليه على درجة 225 هسا رح أصعد الصينية الجوه لأن استوت من الجوه سأصعدها لفوق والفوق أن نزل لجوه حتى تستوي من جوه هنا أدي أنا أكون الفرن مشغلته طبعا الثلاناتهم سوى أشغلهم أكثر شي تنجح أدنا بالأفران الكهربائية تكون يعني ناجحة 100 بالمئة طبعا مدت الخبز لم تحتاج وقت تقريبا 10 دقائق ستكون لكم جاهزة وقوم متابعتها حبايبي ستجعلها بالفرن وتعفوها حتى على مود لا تحترق ستلاحظ من اللون والاستواء مالتها جد حلو بعد ما استوت سأبخها قليلا من الرشة وأغطيها حتى على مود تكون رطبة إذا تبقوها بدون ما تغطوها راح تبس أسعدكم فلازم شوية بخت ماء وتغطوها بالزيت حتى ينطيها بعد لون أحلى وهنا أنا صارت عندي جاهزة شوفوها الخبز مالتها كلش حلو ومستوية و أبد من محروقة و سفنجية و هشة و قطنية تلاحظون من أضغط عليها كما ترجع وهذا معناتها أنه جدا قطنية و جدا سفنجية والهنا وصلنا لنهاة الفيديو إن شاء الله نرى تضاكم أعجبكم هاي الوصوة أرجو منكم أن تنفذوها كل شيء طيبة وسهلة و تبعوا خطواتي يعني ما تعفون أي خطوة من أدهم تنتبوه لها حتى عندما تطلع بالأخير أدكم نفس الوصوة اللي سويتها نهاية الفيديو حبايبين السعودية أكم الله في إمان الله باي باي